السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كشفت الوزارة الاولى اليوم السبت عن اجراءات جديدة في اطار الفتح الجزئي للحدود الجوية واستثنت ثلاث حالات سيتم اعفاؤهم من الحجر الصحي الاجباري للمسافرين تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية ردا على انشغالات الجالية وحسب بيان الوزارة الاولى اليوم السبت فان الحالات الثلاثة المستثنات من الحجر الصحي الاجباري للوافدين من الخارج الى الجزائر ويتعلق الامر بكل من الاشخاص الذين يرافقون جثمانا موجها للدفن في التراب الوطني بالاضافة الى اعفاء الاشخاص الذين اجريت لهم عملية جراحية او المصابون بمرض مزمن واعفاء الاشخاص المسنون الذين تفوق اعمارهم ثمانون سنة ويتوجب على الحالات المعفية ملزمة باظهار شهادة تثبت التلقيح بالنسبة للمقيمين في الخارج